نشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليوم فيديو يتضمن اعترافات لعنصرين في خلية إرهابية تابعة لميليشي الحوثي كانت تعتزم زرع عبوات ناسفة في الخط الإسفلتي الرابط بين تعز والساحل الغربي في أغسطس الماضي واعترف عنصر الخلية بحسب الفيديو بتورطهما في زراعة عبوات ناسفة في طرقات عامة معظمها في محافظة تعز رحض حيتها مدنيون مشيرين إلى أنهما يعملان ضمن وحدة حوثية تسمى وحدة العمليات الإذائية التي لا تفرق في عملياتها بين مدني وعسكري وسعرض العنصران تفاصيل المهمة الأخيرة التي أدت بهما إلى قبضة أفراد القوات المشتركة في محور البرح موضحين أنهما مع عنصر ثالث كانوا بصدد زرع ثلاث عبوات ناسفة في الخط الرابط بين الساحل الغربي ومدينة تعز وتحديدا أمام جبل العرف قبل أن تقبض عليهما القوات المشتركة عقب مواجهة أسفرت عن مقتل العنصر الثالث ترجمة نانسي قنقر